موسيقى مرحبا بحضرتكم مجددا في فقرة ضيف المساء أعلن منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيكا عن الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة عضو ملاحظ دائم لدى هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية والتي حصل عليها سنة 14 و2000 إلى صفة شريك متقدم في هذا الصدد مشاهدين أكد رئيس الجمعية التشريعية لجمهورية كوستاريكا الرئيس الدوري لمنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيكا رودريغوارياس سانشيز من الرباط أكد أن الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة عضو ملاحظ دائم إلى شريك متقدم في المنتدى يشكل منعطفا هاما في علاقات التعاون بين المغربي وبلدان التكتل البرلماني الإقليمي قصد الوقوف عند تفاصيل هذا الموضوع مشاهدين الكرام نسعده باستضافة السيد الحسين قنون حامي والمحلل السياسي الدولي في فقرة ضيف المساء مرحبا أستاذ حسين مرحبا بداية أستاذ حسين ماذا يعني أو ماذا تعني هذه الخطوة من جانب الفبريل فيما يخص منح المغرب صفة شريك متقدم عوضة عضو ملاحظ دائم نعم القراءة العميقة والبليغة والموضوعية تقدر القول ما يلي أن منح المغرب وللبرلمان على وجه حصوص المغربي صفة شريك متقدم من دول يعني البرلمانات ما يختصر عليه فبريل اللي هي برلمانات ديال الكاريبي وأمريكا الوسطى زائد المكسيك أولا هو اعتراف بالدور الريادي للمؤسسات الدستورية للملكة المغربية ومن قلبها البرلمان المغربي نعم لماذا؟ لأن سيد الكريم كما تعلم وبالشيء يذكر على أن المؤسسات الدستورية للملكة المغربية ولا رأسهم المؤسسة الملكية تشتغل في تناغم في تقاطع في تكامل على مستوى السياسة الداخلية والخارجية مع كل شركاء المغرب وما المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك من أجل منح دول الساحل والسحراء منفد على المحيط الأطلسي ومن خلال المحيط الأطلسي من هذه المنصة الربط مع الأمريكيتين وهنا موضوع منح الصيفة لأن هذه الدول أصبحت الأنتاعي على أن الشراكات الواعدة مع المغرب من خلال المبادرة الأطلسية وبالتباعية من خلال ميناء الداخل الأطلسي في إطار تعاون جنوب جنوب المغرب يتبين لهؤلاء البرلمانات ومن خلالهم دولهم على أنه هو اللي يمكن يوفر لهم من خلال هذه المبادرة المنصة الجالبة للاستمار الآمن الذي من خلاله يمكن دخول والولوج المارين إلى العمق الإفريقي وهنا كي تبين بأن المغرب أصبح دولة موثوق بها أصبح دولة تسعى كل المنظمات الإقليمية لأن هذا منظم إقليمي وبالمناسبة ره دول الكارايبي وأمريكا اللاتينية أمريكا الوسطى ومن داخلهم الدول اللي اعترفوا بمغربية الصحراء اللي كان في وحد الوقت يتغنون بآطار الحرب الباردة وشعارات عفا عنها الزمن الآن في إطار العلاقات الدولية الحديثة أصبح منطق دي الاقتصاد دي التعاون دي الأجندا البراغماتية اللي كيكون فيها كل شيء رابح نعم منطق رابح رابح وبالتالي المغرب كيوفر لهم هاد المناخ دي الاستثمار مناخ دي الاتيقة نعم في أي سياق تأتي أو جاءت هذه الخطوة أستاذ الحسين من وجهات نظرك لأن سيدي الكريم هذه الخطوة هي سلسلة من باقي التراكمات والانتصارات اللي كيحققهم من مغرب لأنه إلا لاحظنا من 2014 اللي كان حضار مغرب بصفة عضو ملاحظ دائم رهبي على الدبلوماسية الموازية اللي كي يدعبها البرلمان المغربي مع هؤلاء الدول نعم عن طريق وإن كان هو ملاحظ في ذلك الوقت من 2014 إلى الآن ره كانت يعطيه تصور نعم كانت يعطيه وجهة نظر من شأنها أن تجعل من العلاقات التجارية الاقتصادية تتعزز يعني تتعزز يوما عن آخر نعم لما تبيل لهم بأن المغرب والحمد لله هو ما يراكم من الإجماع أو شبه الإجماع اللي نكون موضوعين شبه الإجماع نعم على قضياء الاستراتيجية من الولايات المتحدة الأمريكية من فرنسا من جارتنا إسبانيا ألمانيا البرتغال مجموعة فيلسغراد يعني التنافس على القرى الإفريقية من خلال الصين وروسيا وتركيا والمجموعات الاقتصادية والشركات المتعددة الجنسية لها رؤوس أموال عابر القرات ومن بينها المجموعات الاقتصادية إذن لماذا لأن هؤلاء يرون في إفريقيا بشكل عام نعم ومن خلال إفريقيا المغرب كبوابا بشكل خاص هي اللي غتوفر لهم يعني الدخول في شركات استراتيجية لأن إفريقيا سيدي الكريم كما تعلم هي سلة الغداء العالمي لماذا لأنها تتوفر على خيرات اقتصادية وعلى مناجم وعلى على كفاءات لم تستغل بعد هذا الجانب الأول متعلق بالاستثمار هو كان بيت القاصيد في إطار شعار الشعار اللي حملته هاد الدورة من بينها التعاون على مستوى الأمني والاقتصاد تماما إذن لماذا لماذا يربط هاد الشعار والنظرة المستقبلية دي لها الدول مع المغرب دائما التنمية والاقتصاد بالأمن لأن المغرب في فلسافته ومنذ أن تولى جللت ملك عرش أسلافه المنعامين منذ 1999 إلى الآن وهو يولي الأهمية على أنه لا يمكن أن تصور لبد تحقيق تحقيق التنمية والاقتصاد في غياب الأمن دون الأمن والاستقرار بل أن المغرب يشتغل ليس فقط لوحده في بلده وإنما يتقاصم هذا التعاون أولا مع القراءة الافريقية من داخل الالتحاد الافريقي ومع الالتحاد الأوروبي ومع كل شركاء الاستراتيجيين دي المغرب وما تمرين لأسد الافريقي خير ودالين على ذلك نعم للأمين العام التنفيذي لمنتدى فوبريل أرييل البارادو أوربينا الذي قال أن منح المغرب هذه الصفة يأتي تتويج لجهود البرلمان المغربي كما تفضلت في البداية فيما يخص تعزيز التعاون مع بلدان أمريكا أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيكو الذي مكن من إحراز تقدم في العديد من مشاريعنا المشترك مشاريعنا المشترك نعم نقول لك بأن وقفنا على القراءة هذه المفردات التي استعملهم نعم وهذه الشخصية كما تعلم هي شخصية وازنة على المستوى السياسي والديبلوماسي وتعلم ما تقول نعم وأن مثل هذه الشخصية ومثل هذه التصريحات يجب قراءتها القراءة العامقة نعم والقراءة ما بين السطوع أكيد مفادها على أولا هذه شهادة في حق مؤسسة البرلمان ومن داخلها المؤسسة دي الدولة الدولة الأمة هما يا عيس سيدي الكريم على أنهم أمام دولة أمة طاناسي لماذا هم يدركون على أن المغرب العمر دياله كيف يفوق مشارقر من الزمن نعم لكن فيه تجارب أهلتهم لأن تكون دولة قرية الآن وهناك من يصف المغرب مجازيا أدبيا بتركيا الجديدة في شمال إفريقي لماذا؟ لأن تركيا وهي تنتمي جزء منها إلى أوروبا وجزء منها إلى أسيا لم تحضى بعد بصفة شارك متقدد مع الاتحاد الأوروبي في الوقت للمغرب يحضى بهذه الصفة نعم هذا المنتدى أعطى للمغرب صفة شارك متقدم على مستوى هذا المنتدى الإقليمي البرلماني وهو يعيي على أن المغرب له صفة شارك متقدم الاتحاد الأوروبي كتنظيم اقتصادي قوي نعم من حيث رساميل اللي كيتوفر على الاتحاد الأوروبي والتجارة والنفوذ وتحدث عن الصدارة تماما وبالتالي كلامه هذا كلام وازن كلام طاريخي كلام موضوعي لأنه يعي الدولة المغربية المملكة الشريفة الإمبراطورية بقيادة ملكها وبسواعد نسائها ورجالها كل من موقعه استطاع المغرب أن يتبوأ هذه المكانة اللافتة وأن يكون له هذا الحضور أقول الحضور نعم الوازن الحضور القوي لأن من خلال هذه الصيفة سيتمكن المغرب من خلالها كذلك حضور في باقي البرلمانات الإقليمية على مستوى الكارايبي وأمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى لأن تقريبا ما يقارب ثلاث تكتلات برلمانية كلها وازنة نعم وهي أيضا فرصة للديبلوماسية الموازية تحدث البرلمان المغربي بأن يكون نشطا في المنطقة في المستقبل كاسو الأخير تحدثت عن جلالة الملك سؤالي يخص هذا في هذا السياق نعم إلى أي درجة تجسد هذه الخطوة من الفوبريل يعني الجهود التي بدلها المغرب بقيادة جلالة الملك في المغرب وأيضا على المستوى الإقليمي وفي إفريقيا وفي النهوض بالقارة وفي جلب شراكات متعددة الأبعاد سؤال داكي وعمق وهذه في نفس الوقت نعم لأن سيدي الكريم وكأني بهذا التكتل الإقليمي البرلماني في شخص ممتله القانوني والسياسي وكأنه التقط الرسالة التي وجهها جلالة الملك من خلال افتتاح البرلمان دورة تشريعية دورة تشريعية حينما أكد على أن ينبغي على البرلمان المغربي أن يقوم بدوره في الدور الفعال على مستوى الدبلوماسية الموازية الفاعلة الناجعة التي نبغي أن تأخذ بعين الاعتبار العامي الاستباقي نعم والناجع في الدفاع على القضايا دين الوطن خصوص القضية الأولى تماما وترويج صورة المغرب نعم صورة على المستوى ما يكتسبه ما يملكه المغرب من كنوز أقول كنوز نعم كنز السياحة وكنز الثقافة وكنز ترار وكنز الاستقرار والأمن وكنز يعني مناخ دي الاستثمار وبالتالي هم كما قلت أدركوا ويدركون نعم على أن وضع يدهم البيضاء من غير سوء مع المغرب في إطار هذا التعاون لأنهم لاحظوا بأن المغرب الآن أصبح هو المستثمر الأول في غير إفريقيا والتاني في إفريقيا وأنه لا يمكن الولوج لإفريقيا أقول بكل موضوعية نعم والعالم يتطفق معنا في هذا التوجه المغرب هو اللي ينعم بالأمن في محيط مطارب نعم بمعنى محيط مطارب لا يمكن أن يتوفر لهؤلاء الدول أرضية اشتغال وشركات آمنة إلا في المغرب لأنهم باقي الدول الأخرى وغالبها لهم عدم استقرار سياسي وما تنشط كذلك على مستوى الساحل والسحراء من الجريبة المنظمة التجار الدولي في المخدرات التجار في السلاح الجنمعات الإرهابية وبالتالي كما قلت هم يربطون أن الاقتصاد نعم نعم وهم يرون أستاذ كفكرة أخيرة يرون ما يطمح إلى تقديمه المغرب من رؤى يعني متبصرة من طرف جلالة الملك فيما يخص إفريقيا يعني يضعون الميزان كفة المغرب فيما يخص رؤى يعني متبصرة بينوض بإفريقيا على مستوى الاقتصادي أولا وتحقيق الأمن كم مبادرة أطلسية التي تفضلت وذكرتها نعم لأن سيد الكريم إلا لاحظتي جميع الملتقيات الدولية كان الخطب الذي يوجهها جلالة المالك لهؤلاء المسؤولين على جميع مساوياتهم وعلى مختلف درجاتهم في المسؤولية السياسية دي الدول والمنظمات الإقليمية التي يمثلها وهو أن المغرب يتراف على إفريقيا بحق وبطوائية وبحسنية وبإرادة بل أكتر من هذا والمغرب نادى خاطب إفريقيا ولما يخاطب إفريقيا بأن حانا الإفريقي أن تعتمد على نفسها أن الرسالة لا تهم إفريقيا وتهم خارج إفريقيا لأن حانا على هؤلاء الدول أن يتعاملوا مع إفريقيا بإنظارات الاستعمار وإنما بين بإنظارات تعاون الاقتصادي والسياسي والتجاري مبنية على رابح رابح منطقة رابح رابح نعم ونشكرك أستاذ الحسين على كل هذه القرعة شكرا موثول لكم سيد الكريم شكرا أستاذ الحسين جنون كالعادة لكم الشكر مشاهدين الكرام لكل الزمال السلام عليكم شكرا أستاذ الحسين